تمكنت الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية فجر اليوم السبت الموافق للثاني عشر من أغسطس لعام 2017 ميلادية من إلقاء القبض في مناطق متفرقة من البلاد على 12 شخصا من المحكمين نهائيا فيما يسمى بخلية العبدالي إنفاذا لحكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم 55 على 2015 وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليهم هم أولا محمد جعفر عباس حاجي كويتي الجنسية الحكم بالحبس عشر سنوات ثانيا محمد حسن عبدالجليل الحسيني كويتي الجنسية الحكم الحبس عشر سنوات ثالثا مهدي محمد سيد علي الموسوي كويتي الجنسية الحكم الحبس عشر سنوات رابعا جعفر حيدر حسن جمال كويتي الجنسية الحكم الحبس عشر سنوات يوسف حسن شعبان غضنفري كويتي الجنسية الحكم الحبس عشر سنوات سادسا حسين جمعة محمد الباذر كويتي الجنسية الحكم الحبس عشر سنوات سابعا حسن أحمد عبدالله العطار كويتي الجنسية الحكم الحبس عشر سنوات ثامنا عباس عيسى عبدالله الموسوي كويتي الجنسية الحكم الحبس عشر سنوات تاسعا عيسى جابر عبدالله باقر كويتي الجنسية الحكم الحبس عشر سنوات عاشرا باسل حسين علي الدشتي كويتي الجنسية الحكم الحبس خمس سنوات حادي عشر حسن علي حسن جمال كويتي الجنسية الحكم الحبس خمس سنوات ثاني عشر علي عبد الكريم إسماعيل عبد الرحيم كويتي الجنسية الحكم الحبس خمس سنوات وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن المحكومين الآخرين وعرب البيان عن شكر وتقدير القيادة العليا بوزارة الداخلية ممثلة بمعالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للمواطنين على ثقة الكبيرة من جانبهم تجاه المؤسسة الأمنية وعلى التعاون الذي أبدوه معها كالعهد بهم دائما وتقدير معالي لأبنائه رجال الأمن على الجهود المخلصة والتفاني في أداء المهام المنوطة بهم من أجل حماية مكتسبات الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار واختتمت وزارة الداخلية بيانها مؤكدة أن رجال الأمن وهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع سيظلون العين الساهرة على أمن الوطن وأمان المواطنين والحصن الحسين لكويتنا الحبيبة ترجمة نانسي قنقر